الآن إذا الشخص حقا وصار في عنده مضاعفات هو ما رح يحاول أنه يساعد هذا الشخص لسبب لأنه هو وضعه مش قانوني أصلا بالضبط فهذه نقطة ضعف النقطة الثانية نيجي للمشاكل الداخلية بالإجراء نفسه أنه أنت يمكن تسوي بمحيط غير معقم في يمكن أنواع بكيريا فيروسات فالأدوات الغير معقمة أكيد أنها لما تنحقن بمكان ستسبب إلتهابات ومشاكل حتى في نوع من البكتيريا يلتقل بهيئك أجواء كثير سأتصور بيسموه بكتيريا ومعروف أنه يشتغل صحة الجلد يعني بده هيك أجواء ويأخذ فترة طويلة لحد ما يبين الإلتهاب هل لدينا هيك حالات بالأردن إجا هيك حالات يعني اتعرضت لهيك شيء بصراحة نشوفنا حالات إلتهاب مزمن تحت الجلد لكن كانت الحقن تم يعني خارج الأردن وبرضه كانت مش بعيادات كانت بأشخاص غير مؤهلين يعني هاي على تجربة المتواضعة مع مريضتين نحقنوا وجونا وواحد زملائنا بجراحة التجميل سوى لهم وطلع المادة من جوا اللي كانت موجودة تحت الجلد وطلع الالتهاب الآن إحنا في عنا النقطة الأخيرة وهي المهمة بالموضوع إنه المادة نفسها أسه إحنا دائما ونحكي لكل مرضى ونظن نعيد ونزيد أنه لما تفوت عند أي شخص وعند أي طبيب بأي مكان اسأل الشخص المعني شو هالمادة اللي بدي أحقنها شو اللي بدك تحط لي يا شو نوعها تضبط هذا حقه وعطيني ورقتها مثلا أشوفها أي شيء بحيث أنه أثقف أو على الأقل لما أجي بدك أحقن مرة ثانية كمان أجي أحكي والله عمي بدي هالنوع هذا اللي بدي أحقنه الآن نيجي إحنا في عنا إحنا شركات معينة بتصنع هذه المواد في شركات ثابتة يعني إلها اسمها معين بس بعطي طبيب ذوي اختصاص بهذا الموضوع بس ببيعه لا بعطي صيد دلاني ولا بعطي ممرد ولا بعطي أي حدا كيف يوصلوا له هدول الأماكن زي العفون بدي أقولها أنا الصالونات واللي إله واللي ما عليه واللي فاتح مكتب ورى المحل الخضار بالبيت عم بيو غز غز إبر كيف يوصل للمواد والله يمكن يعني بترف يمكن على الأغلب يمكن وزارة الصحة والغذاء والدواء بيعرفوا بالأسليب بس إحنا يمكن تجينا حالات معينة ما بيعرف يعني دائما الذنب صح على الأشخاص هذول بس دائما إحنا من ناشد الوعي عند الناس صح إنت بكل مكان عندك شخص بيشتغل بأصوله وبشغله اللي هو مخصص له وفي ناس بيعتدي على شغل غيره وبيخرب أو إنه بيشتغل بإشي مالوش فيه بس بالنهاية برجع على الشخص نفسه إنك أنت كون واعي وعفوا نحكيها يعني دغري ما يغرك شوي السعر المغري بالموضوع وهي هاي نقطة كل إشي بحقه لأنه كنت بدي أحكي لك إياه إنه في بعض إنه شركات بتبيع لأهل الإختصاص بس في شركات أكيد موجودة يمكن بتبيع للمعرفة أو لأي شخص بتدفع أرحب أطرف هاي رح تكون أكيد أسعارها أقل فلذلك الشخص اللي بيحقن ما رح يطلب السعر نفس اللي بيطلب الطبيب صح فهنا رح يصير الموازاة بالموضوع إيش التعليم أو العناية مثلا اللي ممكن نعطيهم مثلا مثال على هاي الشغلات كيف يجب أن يتم العناية بمادة البوتوكس أو التوكسين بوتولينوم توكسين لدى الطبيب وكيف إنه ممكن تكون مش منيحة بهاي الأماكن الغير مخصصة لهذا الإجراء إيش مثلا من تعليمات هسا في عنا إحنا يمكن نحكي على مستوى الأردن هم مادتين رئيسيات مستعملين المادتين رئيسيات هذولا يمكن فعالية شركة أكثر من شركة بغض النظر بس بالنهاية أنه إنت إبرة البوتوكس بتضيف لها أنت نورمال سلاين اللي هو محلول وريدي نسميه فيه كلورايد وفيه صوديوم بتضيفه على البوتوكس هذا وبتحلها هي بتكون مثل الباودر بتحلها فيه الآن بمجرد أنت محليتها الآن بيبلش يتناقص عمر المادة تدريجيا فلذلك أنا بنفس الوقت إذا حقنت وآن معي يوم يومين أكون حقنها إذا زادت عن هيك المادة بتبدأ تنزل مستواها يعني أنت بتحكي بعد أسبوع بيظل يعني الجزء النشط منها مثلاً 50% يمكن بعد 10 أيام أو أسبوعين 20% بس فالآن فقدت فعليتها بس يمكن هذا هذا أخف ضرر ممكن أنه يوصل للمريض نحن مشكلتنا يعني هو يأخذ الحقنة وما يستفيدش منها ولا أنه يأخذها وينضر صح نحن هذا الآن تيجي هذولا شركتين ثابتين نحن من استعملهم والأطباء معتمدينهم والغذاء والدواء وكذا وكذا لكن يمكن يأتيك شيء نسميه باي باس من وراء يأتيك ويحكي لك هذا بوتوكس الآن هون المشكلة أنه لم توافق عليه من الجهات الرسمية والشغل الثاني أكيد هو أرخص أو الشخص اللي حقاً الغير مؤهل ما قدر يحصل على هاي الإبرة فاضطر أنه يجيب إبرة بأسلوب معين آخر غير مشرف حالية خلينا نقوم من دائرة الغذاء والدواء من وزارة الصحة من الجهات المسؤولة مش متطلعة عليه يعني وعلى شكلة هذا الموضوع يقع الكثير من المواضيع في الأردن يعني لا تنتهي طيب إذا فيه أشياء كتير ناس بيفكروا أنه خلينا أقول أسأل هذا السؤال قبل ما أنسى وأرجع لسؤالي اللي بالي بعض السيدات بيشكوا حسب ما سمعتم أنا حاب أجاوب على بعض الإنسبساراتهم أنه عم بيساعلوا البوتوكس أو عم بيعملوا البوتوكس و ما عم بيطول معها ثلاثة شهر أربعة شهر أديه هو لازم يطول وأديه بني قدر نحذر وعلى إيش بيعتمد هذا الفترة هل هو على الجرعة هل هو على عمر المريض هل هو على نوعه الآن الشركات بشكل عام صنعت جرعة معينة بتناسب كل مريض الآن في عنا شركات معينة تقريبا العلب الواحد بتكفي لثلاث مرضى أو مريضين أو مريض واحد بغض النظر نحن في عوامل معينة في مرضى بنحقن بيستمر عنده أكثر مما هو موجود دائما مثلا أنه ست شهور تنتهي مدتها لا بيحكي لك والله دكتور أنا حقن من سنة وموري كويسة وما فيش تجاعد ما رجعت مثلا الآن هاي بتيجي تغير بالشخص لكن الإشي الثابت هو ست شهور ينتهي فعالية المادة الآن شو اللي بيصير هل بتقل بتدريج تدريج آه مش خبط نزئيك وحدي آه طبعا مرحيك ما في تجاعد تالي يوم تصحى بعد ست شهور في تجاعد اللي بيصير إنه إحنا منحكي ست شهور فإذا البيك يرتفع للشهر الرابع بعد الشهر الرابع ببليش ينزل فالآن اللي هم متوقعين إنه ست شهور يظل ما فيه تجاعد فهم غلطانين أو الصورة ما وصلت صح لهم صورة مباشرة شرح المفصل للمريض لكن إنه توقعاتهم غير صبيعية زي ما قلنا بنأول هاي ست شهور تنتهي تماما ما فيه إلها أي أثر الآن إذا مدت بكون هذا يعني نحكي إحنا تغير بالشخص نفسه إنه عادي اختلافات الناس عن بعض زي لما أنا وياك نأخذ عنا وجع راس ونأخذ حبتين ريفانين ممكن أنت تخف عليها بسرعة أنا أطول أو أنا ما استفيدش منها هذي شيء طبيعي ندخل بالنقطة الثانية وهي النوعية عشان هيك إحنا نحكي لما تفوت عند طبيب عند أي شخص مين ما كان مين ما كان من الكوادر الطبية نعم الآن هم رح يشرحوا لك وهو من حقك إنك تعرف المادة وتشوفها وتأخذ الورقة تبعات المادة اللي أنت انحقنت فيها منها واعي إلك تقرأها بالبيت تتقف فيها أو عشان المرة القادمة لو ما عند هالكادر الطبي نفسه روحت عند كادر طبي آخر بدك أنت تحقنها الإبرة تحكي الوالي عمي أنا حقنت منها الإبرة اللي اسمها معي هيو هيك وأنا ارتحت عليها وفعلا مفضل أني أنا أستعملها كمان إذا سمحت احقني من نفس النوعية دكتور بيصير أقطعك شوي نحن أخد اتصال رياض الله يبسيك بخير دكتور أشلانك الله يبسيك أهلا وسهلا يا ربك العافية نفسك أهلا الله يعافيك سيدي أنا عندي سؤال غير هيك إذا اتكرمت بالنسبة للعضلة اللي تيجي بين الكتف وبين العنق نعم من الخلف يعني العضلة تيجي بين الكتف وبين العنق والخلف هذه فيها تشنج شبه مستمر زي خنقول حبث البلح هذه إبرة البوتوكس بتفيد فيها خصوصاً هكتعنا الألم رأس فضيئة يعني خلف الكتف ما بين الكتف والرقبة ما بين الكتف والرقبة ومن الخلف شوي يعني مش من الأمام الخلف ما بين الكتف والرقبة أستاني خليد أستاني خليد أستاني أمون في سؤال ثاني عندك لا والله شكراً يا سيدي بس هذه الأعضلة تعمل ألم بالرأس يعني تعمل ألم شديد بالرأس شوف أحكي لك أنا بصراحة ما بقدر أجاوبك على هذا السؤال بسبب أنه يعني طبيب الأعصاب وطبيب المفاصل والتأهيل وطبيب العظام بشترك بتشخيص الحالة اللي بتحكي عنها أنت بناءً عليها يتم الحل لأنه أنت بتحكيلي عن وجود يعني حجم معين أو شيء معين موجود وشد بالعضلة فأنت دخلت بمشاكل بالعضلات نفسها وأتوقع أنه يعني أطباء المفاصل والتأهيل أو أطباء العصاب يعني أول شيء شخصه الحالة بعدها يعرف الحل إلها بس مش كل شيء له علاقة بالعضلات فهو حله بوتوكس هذا اللي عم نقوله يعني مش كما يقع يعني البوتوكس فيه له فواد بس ما بدنا هالهوى سيصير عند الناس فاصل قصير ونعود أطباء على الهوى خليكم معنا مجلة الصفحات الطبية الأولى من نوعها في الأردن مجلة طبية ومتخصصة تزدر عن شركة الأولى للمطبوعات المتخصصة مجلة الصفحات الطبية دليل كالتب في الأردن حياة ملؤها الصحة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر عدنا من جديد عم نحكي عن التجميل ومعنا دكتور صفوان العدوان وعم بيخبرنا كل شيء عن البوتولينوم توكسن أنا بدي أقولكم البوتوكس بس زي ما بنصح الدكتور صفوان إنه ما بصير نحكي أسامي تريد مارك مع الأسف صار البوتوكس زي ما بنقول الواحد كليينكس يعني صار هو بطر يقوله المحرم الورقية صار يقوله بها الزبن فاين نحن عنا من الأردن ولك فاين نعم معنا اتصال من تونس أثيرة أسيرة 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 أهلا 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 سهلا تفضل إيه أنا يعني عندي ملاحظة بس تفضلي للدكتور بس في 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 شخور يحطنوا الوجه على طول يعني تطلبي في في عفوا أسيرة معلش بدك تحكي بالعربي وبدك تحكي شوي شوي يعني بعرف أن عربي معنى فهم كتير في غود البوتاقس أه في غود البوتاقس فيها في شخوم شخوم أهلا يحقنوها في الوجه في شخوم بيحقنوها بالوجه يعني أه سؤالك سؤالك شو هو أسيرة على طول أنا شفتها في بريد أهلا إيش سؤالك على طول بحقنوها لكل الحياة أه 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 يعني أنت عم بتقولي عم بتحاول تتسفسري إذا هذا الإشي مضبوطة أو لا، طيب أسير؟ أنا لاحظت بسوية، إحنا عنا دكتور في دونس يعني معروف دكتور الزمل يعني عنا طالح أوكي، سوريا أسيرا نقطع الاتصال، بس وصلت معلومتك أنه أنت عم تسألي عن الشحوم التي تستخدم في تعبئة الوجه أكثر من ما هي تستخدم لشل العضلة زي ما هو التوكسين في فرق بالعمل هل بتضل مدى الحياة دكتور زي ما عم تسأل أسيرا؟ نعم، لا لا، هو هي راحت لموضوع آخر، إحنا عنا حقن الفلر الفلر، مادة هيلورونيك أسد، بنحقنها بالوجه أو كولوجين، هذا بده حلقة لحاله هذا طبعا، هذا لأنه بحر طويل، لكن إحنا بصير بعض الأحيان إذا كان فيه الكمية كبيرة